اول زيارة لدولة من خارج المنطقة يجريها رئيس الحكومة محمد شيع السوداني الى المانيا املا بتوطيد العلاقات مع الغرب يستعرض السودان في برلين حرس الشرف ويسير بتباهي وهو يحمل مع اسم العراق الذي تربطه علاقات وطيدة مع الالمان منذ ايام الريخ الثالث والحرب العالمية الثانية يبحث السودان هناك عن حلول تنقذ العراق من ازماته المتلاحقة الازمات التي تصنعها الفصائل المسلحة الموالية لايران تحرج الحكومة التي تقرب العراق من العرب وحلفائهم خطوة ثم تدفعها امواج المد الايراني بعيدا شركة سيمينز الرائدة في مجال تصنيع الطاقة لها سمعة طيبة عند العراقيين منذ ايام النهوض العمراني في السبعينيات يدرك السوداني انها فرصته الاخيرة للنجاة من طوق الضغوط الايرانية لكم غازكم ولنا اموالنا يقول السوداني وهو يستعرض للصحافة الالمانية منهاج حكومته الفتية انه يريد توطيد العلاقة مع الالمان بالذات من دون غيرهم من الاوروبيين دولة ساندت العراق في حربه ضد الارهاب ودعمت العراق بكل السبل لكن رئيس الحكومة يستذكر في اللحظة ذاتها رفض جنرالات حرس الثورة الايراني يسارع لاخراج القوات الاجنبية المقاتلة في العراق باشارة الى التحالف الدولي او تقنين وجودها على اقل تقدير يستعرض السودان كذلك علاقات بغداد مع طهران وانقرة يصفها بالقاوية والمتينة لكنه يدين ايضا تكرار القصف على اراضي العراق ولا يتناسى ايضا اخطر الملفات الامنية التي تواجه العراق بعد الارهاب تجارة المخدرات وشبكة التهريب وعلى رأسها الفساد الذي ينخر جسد الدولة العراقية منذ عقدين